اهلا وسهلا فيكم يا شباب كيف كيف امركم ان شاء الله كلها تمام اليوم رح نحكي عن المسلسل اليووي البيئة التايلاندية اللي هو السنين الكبير ملخص المسلسل رح يكون بالمختصر من غير ما انا احرق عليكم الاحداث بالنسبة للناس اللي لسا ما شافتها المسلسل بيتكون من 8 حلقات الموسم الاول تبعه كامل وتم الانتهاء منه هو مرواد رومانسي للبالغين وفينا يقول لكم انه عن جد هذا المسلسل للبالغين لانه فيه عن جد لقاتات جنسية وممارسات تاريحة وكمان فيه ممارسات سادية لهيك المسلسل هو تم عرضه بـ 2022 السنة الماضية المسلسل ببساطة انه لما بيجتمع شخصين اتنين بيكرهوا بعضهن البعض او نقول بيستلطفوا مع كره لبعضهن البعض لانه الاول هو مالك بار ومالك شركة والتاني هو مهندس فلما يقرر هذا الولد الغني انه هو يسور ممارساته مع الشاب الثاني اللي هو المهندس فبيحط كاميرا بغرفته وبيقرر انه هو يحط مخدر عن طريق الحراس الاثنين تبعه اللي هما اغبية وما يفهموا شي فعوض ما انه يحطه المخدر للمهندس لا يا حبيبي بيحطه منشط جنسي لالهن هما الاثنين يعني المدير تبعهن اللي ولد الغني المدلل ونفس الوقت للمهندس فالاثنين بينتهي بيهن الامر انه هما بيكونوا بغرفة النوم بيسوروا يعني المهندس والفتاة المدلل بينتهي بيهن الموضوع انه هما يمارسوا الجنس مع بعضهن البعض بغرفة النوم وطبعا كل شي بيكون مسجل على الكاميرا فمن هون بتبلش المشاكل لما المهندس بيمسك الفيديو على الولد الغني المدلل فبيبلشي هذا ده فيه رح تشغلني معك او انه انا رح انشره فطبعا الولد الغني بيخاف من نشر الفيديو انه يعرف ابوه لانه بيحب ابوه كتير فكل التهديدات ما بتكون لانه المهندس ما يعني ما بيهدده مشان يقديه بالعكس لانه هو بيحبه فمن هون بتتكون قصة حب بيناته لانه هما الاثنين بيدل يمارسوا الجنس فبيوقعوا بالنهاية بحب بعضهن البعض لكن المهندس عنده مشاكله الشخصية لانه ابوه بيحاول يجبره انه يزوجه بنت صديقه وهو ما بده هذا الشي لانه بيشوف البنت زي اخته زيادة انه البنت عندها بنت بتحبها ومن جهة ثانية ما يحبها ابدا ولا بيقبل انه هي تكون في مكان امه فكل هذه المشاكل يا شباب تتكون خصوصا انه لما يقرر المهندس انه هو سافر برات البلد يكمل دراسته وشغله بعدين يرجع ففيكم انتشوفوا هذا المسلسل الكامل الموسم الاول فقط راح تلاقوه الرابط اسفل الوصف باول تعليق مثبت يا شباب يلو باركو نستمتعون